لدى استقباله وفدا من قيادات الجاليات اليمنية ومندوب اليمن لدى الامم المتحدة جدد سفير المملكة لدى المنظمات الدولية التزام القيادة السعودية بالوقوف الى جانب اليمن ودعمه لاستعادة شرعيته استناد لقرارات مجلس الامن الدولي بما يحفظ وحدة وسيادة واستقلال اراضي واكد معالي السفير عبدالله هي المعلمة وقوف المملكة الى جانب اليمن حكومة والشعب وتسخير كافة طاقاتها لعادة الامن والاستقرار للبلاد التي كانت وما زالت في مقلة العين العربية والاسلامية والخليجية حملوني الاخوة اليمنيون شكرهم وتقديرهم لخاذب الحرمين الشريفين وطلبوا ويصال التعبير عن الامتنان والتقدير الذي سيحتفظون به في مخيلتهم وفي ذاكرتهم لسنوات طويلة واكدت لهم نيابة عن المملكة العربية السعودية ان الدعم السعودي لليمن سيستمر سواء على الصعيد العسكري في الوقت الحاضر او على صعيد الاعمار والبناء في المستقبل بدوره تمنى سفير اليمن لدى الامم المتحدة خالد اليمني الدعم الذي تقديمه المملكة والذي ساهم في تعجيم النفوذ الايراني في البلاد ومنع الميليشيات الحوثية من السيطرات على اليمن حكومة خادم الحرمين الشريفين تدعم الشرعية الدستورية في اليمن وتدعم استعادة تلك الشرعية واستعادة اليمن لعافيته وتدعم كل ما يتخذه الشعب اليمني من قرارات يتخذها بمحض ارادته وبنقاش حر سيلقى كل الدعم من المملكة ومن الاشقاء في مجدس تعاون الخليج وعبرت رموز الجالية اليمنية في الولايه عن شكرها وتقديرها لقادم الحرمين الشريفين وللقيادة السعودية والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعب المملكة لابناء اليمن احنا اتينا شاكري للمملكة العربية السعودية هي المنقذ الحقيقي لنا والشعبنا من هذه الكارثة التي كانت وقعت فينا من مليشية الحوثي وعفاش الذي استباحوا الارض والعرض والحمد لله دور المملكة دور ايقابي المملكة العربية السعودية لابد دور كبير في المرحلة الماضية وايضا في هذه المرحلة في دعم الشرعية وفي دعم الوضع في اليمن الحفظ والأمن والاستقرار مشروع الايراني السقط في اليمن ولن تقوم له قائمة طالما انه دول الخليق وبرئاسة الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية قامت بالدور واكدت رموز الجلي على اهمية الدورة التي تقوم به المملكة على الصحتين الاقليمية والدولية باعتبارها الرائدة والقائدة للعالمين العربي والاسلامي وياتي هذا اللقاء من الجهود التي تبذلها المملكة لتبادل الارأي والمواقف ليحياء المسار السياسي بما يتماشى مع قرارات بجلس الامن الدولي وبالشكل الذي يضمن انهاء معاناة الشعب اليمني في اسرع وقت ممكن حصر الزيتون الاخبارية من امام مقر بعتة المملكة نيويورك